يا فندم أولا ربنا يفرج عنك يا رب ويكلمك ويسعيدك أخونا الأستاذ علي بيسأل عن شهادات فايدتها 20% بصوا أنا مش بتكلم عن شهادات أنا بتكلم عن معاملات بنكية بتكلم عن حكم التعامل مع البنك بشكل عام يعني عندنا باب في الفقه أولا عندنا فتوتين إخوتي بارك كاميرا وقفوا وركزوا قال لك الشيخ هيقول لي أحدا بستنين طيب إحنا عندنا أولا فتوتين في التعامل مع البنك والاتنين طلعين من الأزهر واحدة بتقول إن تعامل حرام وكانت طالعة من الشيخ جاد الحق وليها أدلتها واحدة تانية بتقول إن تعامل مع البنك حلال وطالعة من الشيخ سيدة تنطوي وليها أدلتها لكن أنا عندي باب في الفقه اسمه باب المرابحة يعني إيه باب المرابحة يعني إن أنا هخش مع فلان ده تجارة على المكسب هخش مش الناس اللي قولك هتديني ألف جنيه هدهم لك كل شهر عشرين جنيه ده نصاب اللي قولك كده هديك على 1035 ومش عارف إيه ده نصاب وتبقى أنت متحمل وزري نفسك لو خد الفلوس وهرب لكن البنك بيعمل إيه البنك بياخد فلوس حضرتك بيتاجر بيها فينفع إن أنا أدخله في باب المرابحة ده تحت بند المرابحة ويبقى المالي لأنا هاخده ده حلال استني يا مولانا مش متطم للكلام ده خلاص برحتك حلوة أوي أنت شايف إن ده مش مريح بالنسبة لك ما تعملوش ويبقى حرام إذن أنا عندي فتوتين والتنين جائزتين إن أنا يجوز أعمل ده وواحد تاني بيقول ما ينفعش أعمله لكن الأهم عندي إن الشيخ اللي هيطلع يقول حرام يطبق على نفسه قبل ما يقول للناس وينكد على الناس فعندنا فترا عاني من مجموعة من المشايخ قاعد يقولك حرام 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 وهم فتحين شركات وهم فتحين قناوات وده كله بيستلزم إن يتعامل مع البنك ويبقى فيه رصيد في البنك فأنت بتقول للناس حرام وإنت بتعمل لابد إن يكون الشيخ واضح ولذلك بنقول أنا عندي فتوتين إذا كنت إنت عايز تمشي على الفتوى التي تجيز خلاص بها ونعمة إنت شايف إن الأمر فيه توطر بالنسبة لك بها ونعمة كان عندي مين مين